ازالة الشعر بالليزر امن مفروش اي مشكلة ولكن لازم اللي يكون اولا بيحط البرامترز على الجهاز عايف كويس قوي الجهاز دوت هيتحط عليه البرامترز ازاي علشان حاجتين اتنين انا ممكن ادخل عشان اشيل الشعر يحصل عند بعض المضاعفات زي بعض الحروق او الالتهابات دي يب تيجي نتيجة ارتفاع بدرجة الحرارة اللي كانت مظبوطة للجهاز او ان التبريد بتاع الجهاز مش مظبوط دي واحدة او ان انا ادخل اعمل ازالة الشعر اطلع الاقي ان الشعر عندي بيزيد ليه لان الدكتور او القائم على العمل اللي بدأ يزبط الجهاز لم يكن مدرك تماما ازاي يختار البرامترز لو حطلك برامترز او ارقام اقل من المفروض انها تتحط بيعمل حاجة اسمعها باروديكسيا هيخلي عندك الشعر يزيد ليه لانه هو استخدم باور قليلة قوي من الليزر عملت تنشيط ليه الخلايا الجزعية الطبيعية الموجودة في بصيلات الشعر عندك فبدل ما تضرب بصيلات الشعر لأ ده نشاطتها يبقى احنا عندنا المشكلتين دولة مين المتسبب فيهم هو الدكتور القائم على الجهاز لازم يتأكد دايما ان جهازه متصين كويس متأكد دايما ان هو التبريد بتاعه شغال كويس يختار البرامترز الملائمة للبشرة اللي قدامه لو هو وهو شغال في اول الجلسة بتاعته بدأ يحس ان فيه الاتهاب جامل قوي لازم يوقف الجلسة ويراجع البرامترز بتاعته لبعض الاوقات ممكن الجهاز يدي اره هو مش ياخب باله لو هو بيزبط الجهاز بتاعه على الدرجة المزبوطة عمو ما هيوصل للمرحلة البروديكسية او ان هو يخلي الشعر يزيد في الجسم وعمو ما هيقدر ان هو يعمل مشكلة ان يعمل التهابات في الجلد مشكلة عموها بتبقى في جهاز معين لكن المشكلة بتبقى في القائم على الجهاز عشان دايما الناس بتسأل تقول لك انا عايزة الجهاز الفلاني قبل ما اسأل على الجهاز الفلاني اسألي على الدكتور اللي بيعمل الجلسة دي اسألي على المكان اللي بيتابع دكتور بيتابع بشكل كويس قوي زبطة الجهاز ده اهم من نوع الجهاز اشتركوا في القناة